انت رائعة سترين يا حبيبة قلبي مين معنا اليوم؟ اليوم معنا الصيدلانية ريم زياد احنا صلنا فترة عم نحكي عن مستودع أدوية الجودة وعم نحكي عن الوكالات العديدة المتوفرة عندهم والصراحة احنا استعملناهم على الهواء مباشرة وبحياتنا الشخصية وعم نحكي بمصداقية عالية ولكن اليوم اكيد الصيدلانية ريم رح تعطينا التفاصيل هي حضرتها مديرة التسويق والإعلام الطبي في مستودع أدوية الجودة يسعد صباحك أهلا وسهلا نحكي عن المصدر نحكي عن مستودع أدوية الجودة متى تأسس المستودع وشو هي الوكالات اللي انتو بتقوموا على استيرادها وتوزيعها سيدلاني ريم تأسس المستودع بعام 2004 صاحبه سيدلاني دكتور جالات كيدك حرص باختيار الوكالات على فكرة مختلفة احنا وعندنا وكالات أدوية في رمستوك البرودكت وكوزماتيكس منتجات زي سكين كير بروودكت كان بكل وكالم نختارها إنه أكيد فيه براندس كتير موجودة بس إنه لازم يكون فيها فكرة مختلفة لنلبي احتياجات الناس لتكون حق معادلة إنه الناس شو بدها هذا هو توجه مستودع الأدوية صراحة مو أنا أفرض على الناس إنه هنش اللي بدون إياه هن الناس شو بدها أفكر على شي مختلف يعني إحنا عرفنا بأنه واحدة من أهم العلامات التجارية الموجودة عندكم بمستودع أدوية الجودة هي براند بيزلاين الناس ربطت بيزلاين فقط بخلينا نقول التانينج أويل ولكن إحنا عرفنا وعرفنا الناس من خلال الحلقات الماضية بأنه هاي البراند إلها عدة منتجات وهي منتجات طبيعية من شمع النحل تحكي لنا أكتر عن باقي المنتجات من بيزلاين اللي بتستوردوها زي ما قلت حضرتك بيزلاين يعني عرفت بالتانينج أويل والتانينج أويل طبعاً مختلف ناتشورال اللي انت متطلع عليه في الكرت أويل والبيزواكس بيزلاين اهتمت بتصنيع البرودك تبعتها على ثلاث شغلات أساسية أبيتيرابيل هي منتجات النحل المواد الطبيعية اللي هي الأويلز والأحماض الطبيعية وفي شغلة ثالثة اللي هي بيوتكنولوجيا اللوميسكن والماتريكس اللوميسكن هي شجرة موجودة بتشيلي بتفتح 30 ضعف أي مفتح المفتحات طبيعية مثل كوجيك أسد لأنه بيزلاين بدنا إحنا برادة كتكون سيف بدنا كمان تكون فعالة فهذه المعادلة اللي حققتها بيزلاين زي ما عم بقول إنه هي حرصت على إنه تلبي احتياجات الناس نحن عندنا زي ما عنا تانينغ لين التانينغ أويل عنا لين الوايتننغ فإحنا مجموعة الوايتننغ مو سهل إنكتلاقي حدا عند ويتننغ من نسيب الشعر للاي للفاس للبادي سينستيف زون يعني اللايم كامل ووش سوب كريم لان نايت كريم داي كريم كلها من بيزارة كلها عندنا لاين تاني كمان المستريزينج لاين انه احنا هلأ داخلين على فترة الشتع بدنا نرطب وسر الجمال الست هو ترطيب 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 فاحنا محتاجين كمان للترطيب فهذا لاين الترطيب فيه اشي اكيد منتجات للشعر وفيه منتجات للاطفال بس احنا محتمين باكتر شي هاده اللي بركزوا عليها الناس هلأ شوفي ستريم هلأ فيه سؤال يعني يتبادر الى ذهن الكتيرين ما هو الفرق بين مضاد التعرق ومزيل العرق فيه فرق كبير اكيد فيه فرق وبتمنى انه الناس يكون سيصير عندها يعني تقرأ اكتر ولا اكيد فيه وعي اكتر شو الفرق بين مضاد التعرق ومزيل العرق العرق هو وسيلة لان احنا نتخلص من السموم بجسم ولكن العرق طبيعي ولكن منطقة هادية بتكون تتعرض للرطوبة بيصير فيه بكتيريا وهذا اللي بيسببه لرائحة العرق العرق نفسه ما له ريحة هي البكتيريا اللي بتسبب الريحة اه مكتر اه فانا فان مناطق انا بدي اقول انه فيه مناطق بجسمنا احنا منهتم بشعرنا بوشنا بلكن مننسى مناطق معينة بجسمنا وهاذي قديش مضاد التعرق هو مواد بتمنع العرق واحنا ما بدنا هيك هي بتسكر المسام بتسكرهها بتخلي السموم داخل الجسم غير انحي السموم داخل الجسم شو هي المواد اللي حتتسكر المسامات هذي مركبات الالمينيوم وهذي كتير خطيرة الدراسات بتقول واحدة من 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 ست سيدات مريضة مريض سرطان ثدي باعمار مختلفة صغار كبار ممكن تلاقي عندها هذي القصة كلوريد الالمينيوم بيمتصل الجسم غير انه بيسكر المسام بيمتصل الجسم وبيؤدي الى سرطان الثدي فهذا بالنسبة لمضاد التعرق نعم احنا هلأ بالشهر العالم من التوعي على سرطان الثدي شهر اكتوبر وبيرمزوه اللي هو شهر الاوارنس للابعان التوعية وبيرمزوه بالشابرة اللي هو لها بينك وهي رمزة الامل طبعا واحنا الناس اللي ممكن مهتمين اصلا بهذه القصة مزيل العرق انه هو مواد بتزيل العرق بدون ما تسكر مسام هذي هي القصة بدون ما تسكر المسام احنا ما بدنا الناس تبطل تعرق تعرق ولكنه احنا بدنا انه نعقم المنطقة ما يكون في بكتيريا بدنا المنطقة لانه هي ما بتعرض للهوا فهي بتصير في اسوداد احنا عندنا كمان تبا 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 فهذه الفرع بين مزيل العرق ومضاد التعرق وبدنا بما اننا عم نحكي عن مزيل العرق لانه بيز لاين عندهم مزيل العرق وانحنا استعملنا وجربنا وعنجد لما بي مكتوب عليه 48 اوارز مزبوطة يعني احنا اكيد الناس بتتحمم كل يوم ولكن اللي بنا نقوله بانه هو لانجلاستنج مفعوله قوي جدا ريحته خفيفة مش مزعجة بس اللي انا بدي اسألك عن التركيبة يعني احنا عم نحكي من تجربتنا بس اندي اكيد كا صيدراني بديك تحكي لنا عن تركيبة مزيل العرق من بيز لاين بالزبط هلأ مزيل العرق من بيز لاين بيتكون بثلاث شغلات انه زي ما انحنا قلنا انه هو معاقم ضد البكتيريا ومزيل للعرق وكمان لانه هذي المنطقة نحنا يعني المنطقة هذي مش مكشوفة للهوع صح معرضة للرطوبة والاسودات فبالتالي مزيل العرق يعني فيه مواد طبيعية اللي هي جنجر الصويا ملك حمض الليمون هذي كلها مواد طبيعية يعني انا لما اروح على بيز لاين انا بلاقيهم فعلا لما انا بقولهم مواد طبيعية انا رحت الشركة وزرتها انا كتير صرت فخورة اكتر انه انا مسؤولة عن تسويق هيك شركة فعلا بلاء الليمون عم بيعصور الليمون عم بيطلعهم من الرحمن وولا من الجزة فعلا هذي حقيقة فعلا فعلا لما بقولهم منتجات طبيعية منتجات طبيعية زائد الأبيترابي الفكرة التانية اللي فيها منتجات النحل وبالتالي هو ما في مواد حافظة ما في برابين هذي برابين كمان من المواد الحافظة لانه العسل هو مادة حافظة العسل ما بيخرب ما فيها مواد حافظة زائدة زي ما قلت لكم اللي هي بيتكنولوجيا اللي هي المادة اللي هي فيها لانه في جنجر فهذه هي تركيبة تركيبة رائعة شركة بيزلاين مكونات طبيعية مية بالمية تخيلوا شافة الليمونة هو بنعصر انا اود لفتوسي صراحة انا بحب اشوف وبدون ما نشوف صراحة هي علامة تجارية لبنانية نتشرف بيزلاين وتشرف مصنع وتشفوه بس شوف يا ستريم حتى بدون ما نشوف يعني الاشخاص اللي بيستعملوا منتجات بيزلاين صاروا على وعي كامل وعلى دراية كاملة وتامة بانه بيزلاين كل مكونات طبيعية ليجي اجسامنا بترتاح لها البرودكت وانس بتستعملوا اي برودكت من بيزلاين ما رح تقدروا تغيروا لانه رح ترتاحوا نفسيا وجسديا طيب ما في وكالات عالمية رح تتوجهوا مستقبل الاستيرادها وتوزيعها في اشي هيك بلان معينة اكيد طبعا نحن دايما ندور على الشيء المختلف نعم هدفنا انه شغلة من الطبيعة من الغزاع كلنا هلأ عامل عودة الى الطبيعة صح فان شاء الله في وكالات جديدة في وكالات جديدة بنفس المستوى الحرس المستودة على اختيارها ان شاء الله ولازم نعمل انتروفيو تانية يعني اليوم حكينا عن بيزلاين هالعلامة تجارية اللبنانية واللي ادرت انها توصل لكل انحاء العالم لازم حلقة تانية نخصصها عن ناكومي لانه انا ناكومي عندي نقطة ضعف صار يعني البادي بوتر الملك مش معقول يعني برضو واضح انكم بتدرسوا بمستودع ادوية الجودة بتدرسوا العلامة التجارية اللي بتم استيرادها عشان هيك عم تنجح هاي العلامة ناكومي كمان انا من اللبنانس اللي انا كتير بحبها اصلا لانه هي فعلا لما تقولي ناكومي يعني فرش يعني فان يعني ناتشرال يعني بادي يعني تهتمي بحالك يعني تعطي ثقة هيك وتخفيف الاسترس اللي احنا نتعرض له كل يوم مالذي سواء كان البادي بوتر المساج كانتل والكافي السكراب الكتير مهم لانه ننزل لازم كل اسموع يعني تفيه واملاح البحر الميت قديش هي مهمة للجسم فالتليست لازم اسبوع مرة الواحد يعمل السكراب لجسمو بتعطي هيك هايك ريلاكت بالزغط وكذا يعني الاهتمام بالجمال هو الاهتمام بالتفاصيل وما يميز مستودع أدوية الجودة بانه كل منتجات هم على جودة عالية جداً وفي جملة أنا دائماً بقولها أسعارهم معقولة جداً مقارنة بجودتهم بالكواليتي ما بتخيل قدين بسطنا بها المقابلة نتمنى دائماً يظل التعاون بيننا وبينكم هيك تعاون رائع وتسوين ونحن مبسوطين أنتم إضافة نوعية لصحصة شكراً لألكستريم شكراً لألكستريم شكراً لألكستريم